اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اه ليهم طريقة تانية اه ليهم طريقة تانية في الغيرة صحيح اه اه صارت منتشرة بشكل من عدد البنات في الفلبين اكتر من الشباب لا يا بشر عدد مزبوط اه يعني متكافئ اه قضية الزنا كم السجن فيها لا ده حسب محدد المحكمة حضرتك من كنت قد توصل حتى خمستاشر سنة او غرامة لا يا بشر مفيش غرامات في قضايا الزنا ده بتكون الزنا للزوج والزوجة والاتنين بيتسجنوا اللي هو مش للزوج والزوجة الشخص التاني والزوجة للأسف شديد كتير من الفلبينيات تجمع بين الزوج من الفلبين وبوي فرند في الدولة اللي عاملة بها وهذه نقطة سلبية ضد المرأة الفلبينية لا يا ابو فهد هي بتكون منفصلة بالخمس سنين والسبع سنين من الشخص فمش هتعيش حياتها عزبة وهي في دماغها ما اللي بقول لك هي ما بتعرفش القوانين هي ما بتعرفش القوانين في الفلبين ما بتعرفش ان هي في دلوقتي قوانين يعني كنت بقول لها صحباتنا دي بقول لها في طلاق وفي طلاق بطريقتين ايما تخش في الاسلام على الطريقة التانية اللي هو ايه انت بتكلم جد ده القانون ده من الفين وخمستاشر يوم انت بتكلم بجد هو فيه ايه بزرق وانا بقول سحر اجيب لك نص القانون انت بتكلم هو فيه ايه يا مهامة اغلبه انت بتعرفش القانون ده اه لا ما تعرفش ده ده حاجة من ضمن الاشياء يعني يعني انت لو لو سألت اي في دبين على بعض القوانين بلاش بعض القوانين يعني مثلا ودي تجربة يا جماعة كده بسيطة كمو ممكن تجربوها مع اي في دبين انت مثلا قل له من سلطان قدرات هقول لك هيرو طب هيرو عمل ايه شكرا من خسير زال هيرو عمل ايه شكرا من اجنالدو تمام هيرو هيرو ايه شكرا ما خلاص هو كده تسأله مسلا في الحاجات القريبة ببعض من استرادا ده كان رئيس تمام طب هو مش الوحده شكرا فلما تيجي تسأل الفلبين عشر يقول لك ايه الفلبين بيتوهوك انت لو سألته في الشارع اللي وراه فيه بقالة ولا لأ حولك ما عرفش صحيح وده كده رجل يعني اكرمك ايه انت واحد من من الناس اللي عايش المشكلة دي لو قلت له فيه بقالة وراه في الشارع اللي وراه ولا لأ حولك ما عرفش صحيح صحيح راح نطلع تدور على بقالة بالصفة شفت واحد طالع من شارع من من زقق بسأله من وين انت شارع الاغراض دولة يقول البقالة هيو لك ايضنه لا دليني والله دليني والله العزم داك هذا رجل برينس والله والله العزم برينس هيو لك ايضنه الساعة اتناعش بتظلها فتحة للساعة اتناعش بالليل قلت الحمد لله بقالة موجودة عندنا للساعة اتناعش نعمة اه يعني فيه ناس بتلليك وفيه ناس لا بتتوهك اه فعلا موضوع جدا ممكن توصل للقتل حتى لو لو البنت عجبته وبدون اي علاقة معها يعني فيه حاجات كتير مشاكل فعلية والله العزم احنا اللي بنتسبب فيها مش الفلبين اللي بيتسبب فيها يعني حط في دماغك انا خاطب واحدة بلاش متجوزك خاطب واحدة وراحت بلاش راحت اي دولة عربية ولا اي دولة اوروبية راحت منيلا اتعرفت على واحد اجنبي في منيلا اتعرفت على واحد اجنبي في منيلا وراحت راحت راجع البلد بي فرحانة بي انا متوقع انا اعمل ايه حضرتك انا متوقع انا اعمل ايه ومعلش الوعز الدين الاسلامي اركنه على جنب الوعز الدين الاسلامي اركنه على جنب المسيحية فيها الانتقام برضو يعني فيها فيها ناس برضو بتروج للانتقام لكن الوعز الدين الاسلامي ان هي خلاص مش على زمتك ولا لك اي حاجة فيها وخلاص اتركها فلا هتوقف ليه ايه ومش عارف ايه فبقولك يوم شارب لاتنين تندقاي تمام مع وتقوم دي لسعة خلاص يقوم طالع بسكينة ببلطة بمسدس باي حاجة يوم خلص على صاحبنا وقولك سلام عليكم وانا كده كده ضايع ضايع فليه اندخل نفسنا بحاجة زي كده يا عم اسبت طلقها ولو حصل اي شيء تمام انت في الحالة دي لما بيوصل موضوع للمحكمة ورسمي وقدام الحكومة والكلام ده الشخص بيخاف عشان الناس يقول لي ايه طب انا هطلقها تمام وحاخد ورق رسم وحيفضل برضو يعاند معايا وممكن يقتلني لأ لما بتوصل للحكومة والشخص فيهم بيكون عارف ان الحكومة دخلت فيها بيكون عنده الرعب بزيادة بيخافوا من الشرطة بيخافوا جدا من الشرطة فرض سيطرتها الشرطة هنا ما بتتفهمش ما بتتفهمش اي حد انا اقول لك ده واحد كان قدامي واحد زقف لبنية خبطها كده على كتفها كان برضو شارب اتنين داندو اي وبتاعها مش عالي وكان بويفرند بتاعها خبطها على كتفها انت راحت متصلة بالشرطة شرطة جاية محترمة ويعني اول منظر في حياة العاد تتحك شرطة جاية محترمة كده وميت فلو واربعتاشر ومن فين الشخص قالونا هاو تعال معاني والراجل ماشي معاهم لكلبشات ولا حطين في اي حاجة في ايديه ولا اي حاجة اخدينه ودينه على المغفر اعادوه لحد لما فاء وهم راح قالو له ايه يا الله يا ابن الحلال كده امضيلي على التعاهد ده فوق امضيلي على التعاهد ده روح بيته بس انتهت القصة تعاهد بعدها من تعرض ليه انتهت انتهت القصة وروح على بيته برنس وصحبتنا قعدت برنس وكله كان يعني فالشرطة ما بتتفهمش مجرد خبط على الكتف كده مجرد خبط على الكتف ما بتتفهمش نسبة كبيرة بتحترم القانون يا بش في اي مكان تصير قصص هادي بس مشكلة الفلبين الفقر منتشر بشكل رهيب مش عارف اقول ايه عشان بس من الناس ما تقولش بطبر الفلبين فيها فلوس والله عظيم بكل مكان الفقر لا 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 عشان اوصل حاجة في فلبينين يا بشا معهم فلوس والله العظيم في فلبينين معهم ما عندهمش الفلوس دي يعني انت مش هتراهن على ديك باتنين مليون مش هتراهن على ديك بستاشر مليون عمرك وده فرد عادي هتلاقي عيساكن جنبك في الشارع لغراك في مناطق شعبية والله بيراهن على ديك بستاشر مليون ستاشر مليون بيسو اللي هو احنا بنتكلم المليون بيسو بخمس تلاف دينار المليون بيسو بخمس تلاف دينار ادرب بقى ستاشر مليون حضرتك ستاشر مليون دولار يعني الستاشر عن ثلاثة مليون دولار اه يعني بيتراهن على ديك بثلاثة مليون دولار بيرمي ثلاثة مليون دولار في الارض على ديك فاوعى تتخيل ان الفلبين فقيرة مشكلتهم بيضيعوا الفلوس في حاجات بيعيش يومه بيضيع الفلوس في اشياء بيعيش يومه بيومه اللي هو ممكن يروح يجب والله والله ممكن يروح يجيب متسكل متسكل بمية وعشرين الف وفي بيته مفيش آآ كوبة اترز يروح يشتري متسكل بمية وعشرين الف والله ويكون في بيته مفيش كوبة اترز يروح يشتري بانطلون براند تمام؟ وما يكونش عنده لمؤاخذة مرأة دجاج مرأة دجاج مش عنده لكنه نروح يشتري منطلون براند براند اللي بعض العرب ما بيعرفوش يشترون براند براند المظاهر بيحبوا المظاهر في ناس كثيرة هنا بتحب المظاهر كثير كثير حتى دي فضل يا سيد برايم كمل كلامك يعني عيد الميلاد وكل الفلوس اللي معاهم على عيد ميلاد بيقدوا طول الشهر ما فيش فلوس ما فيش مشكلة كنت بتكلم انا وزوجتي من كام يوم بقولها آه آه كنت بتكلم في نفس المشكلة دي بقولها يا ابنتي يعني هنا الزواج مكلف قالت لا الزواج مش مكلف هنا بيحبوا ان هما يعملوا قلت لها الزواج هنا يعني قال لحاجة ستاشر ألف قالت لي ايه يعني ايه ستتاشر ألف وده مبلغ ده ستتاشر ألف يعني معلش انتو بتتجوزوا في العرب بتكلفوا اكتر من كده ستتاشر الف ده مبلغ عشان التوثيقات. يا بنتي انا باتكلم بقى بكلام باللسان العرب. يا بنت ستتاشر الف ده مش هيصلها. قالت لي انت عارف ان الستاشر الف دي هنا عامل الفرض الامن اللي بيكون واقف على على سبوانة وبيكون واقف على آآ بلاوان. تمام بياخد ستتاشر الف. مبلغ ستتاشر الف ده مبلغ? قالها كلمة صراحة مش مبلغ. قالت لي هنا بيحبوا في منهم بيحب الفشخرة. ممكن يكون عايش في في ساكن بامبو ولازم يعمل الفرح بتاعه وبيعد فوق الميت الف. بيعد الفرح بتاعه فوق الميتين الف وتلتمية الف كمان. تلتمية الف. وممكن يشتغل بقى بنظام الاول فايف سيكس. اللي هو ايه? بنظام الرباوية. يعني ممكن يسترف الفلوس. ويجيب الفلوس دي. تمام عشان يصرف على فرح. طبعا يروح يجيب له تلت خنازير. وطباخ. ومش عارف مين. ومأجر قاعة. وسيارات رايحة. وسيارات جاية. والكنيسة. والهدايا اللي بتتعمل او الاربانات اللي بتتعمل في الكنيسة. وده 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 وفستان الفرح والميكياش والميكب وده كله والدنيا دي كلها. وفي الاخر خالص تمام تلاقي عايش فين? في بامبو. بعد كده بقى بيشير الطين على دماغه لمدة خمس ستة سنين. فبالها تباليه كده قالت لي هي في مشكلة بعض الشباب اللي موجود دلوقتي ده تفكيرهم كده. تفكيرهم ان هم اه لازم يعني ايه ابقى كاشخ ودي كانت يعني مش عارف انا يعني الفكرة ده جاء ممكن يكون جاء بالعرب. فكرة كاشخ دي لازم يعني ايه يكون كده ممكن تكون جاءت بالعرب. بس انا الناس بيقولي عمارة تتب. ده تتزل عم عرب بالكلام. ما كانتش في الفلبين يعني ده. الناس القديمة كلها اللي هم اعمار اقل من من تلاتين سنة اه يعني بيعملوا الحكاية دي. اكبر من تلاتين سنة اللي هو يعني ايه العروسة للعريس والجري المتعيس. يعني اللم دي على دي وخلاص وسلامه عليكم ورحمة الله وبركاته. اه وبتروح تعجر فستان وهو بيأجر البدلة وكان الله بصير العليم. كبرهم اول يفندوا اتنين اتنين يعني ايه يومين تلاتة وانتهت القصة. ولا لغل تعالى يا سيد إبراهيم.